اعزائي الطلبة والطلبات تخصص زخرافة وعلان اهلا بكم في احدى حلقات مادة تخطيط وادارة انتاج للصف التالي النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتناول احد المقايسات اللي احنا بنقوم بعملية تطبيق الديهان عليها بعد عملية حساب هذه المساحة للمقايسة طبعا زي ما احنا عارفين وبنكرر الكلام ده عدة مرات ان انا علشان احل اي مقايسة لابد ان انا اكون عارف اسم الشكل اللي انا هبدأ اجيب مساحته يعني ايه الكلام ده يعني انا دلوقتي عاوز اجيب مساحة مربع ومش عارف انه هو مربع بقول انه مستطيل يبقى بالتالي طالما انا مش عارف الشكل يبقى هستخدم مساحة شكل اخر لاجيب مساحته يبقى لابد ان انا اكون عارف الاشكال وفي مخيلتي ايضا او في الزاكرة بتاعتي زاكرة العقل في موجود شكل المربع شكل المخمس شكل المسدس الاشكال المجسمة عارف الهرم الرباعي عارف الهرم الخماسي طبعا لو انا ملم بهذه الاشكال وملم بمساقط كل شكل من الاشكال هيبقى سهل علي ان انا اطبق واوجد المساحة المطلوبة مني لاي شكل طيب هنبدأ النهاردة ان شاء الله علشان ناخد المؤيسة بتاعتنا لابد ان احنا نكون مجهزين جدول حصر المسطحات زي ما احنا قلنا وتنولناه الحلقة الماضية وعملنا الجدول وقلنا ان الجدول ده ايه قلنا ان الجدول ده عبارة عن بيانات فقط بيبقى عليه درجة سواء كان جدول المسطحات او الجدول التكاليف او جدول الخامات طيب النهاردة احنا عندنا المؤيسة بتاعتنا عبارة عن مؤيسة نصب تسكاري مؤيسة نصب تسكاري بيقول النصب التسكاري ده هيوضع في احد الميادين طيب هو مصنوع من الطوب مصنوع من الطوب او من الجدران يعني عبارة عن شكل كتل من الطوب ما تم وضعها باشكال معينة اشكال المجسمة معينة وضعت في احد الميادين كنوع من التسكار لاحد الدورات او اي شيء طيب طالب مساحة هذا النصب التسكاري لديهانه بديهان يعرف بديهان الجرافياته طيب هل هو طالب دهان مساحته او مساحة هذا الشكل بس اه قال لي لا ده هو طالب يدهم طالب انه يدهم مساحة يعرف مساحة نصب تسكاري واحد واجاد مساحة خمستاشر نصب تسكاري زيه بالظل اه بسيطة واحنا قلناها قبل كده اكتر من مرة اه يبقى انا هجيب مساحة نصب تسكاري واحد وفي الاخر وقوم ضربه في العدد كام في عدد خمستاشر طيب نبدأ كده نشوف مع بعضينا المؤيسة ونبدأ نتخيل ونبحر في الاشكال المجسمة بتاعتنا علشان نتعرف على كل شات من خلال المساقط اول حاجة الرسم الموضع عبارة عن المسقط الرأسي والجانيبي والمنظور الهندسي لنصب تسكاري لدهانه ببوية الجرافياتو على الجدران المواصفات عدد من الاشكال المجسمة مرتكس كل شكل على السطح العلوي للشكل الاخر وسوف تدهان من جميع الجهات بجهان الجرافياتو على الجدران المطلوب عمل كشف حصر الكميات بالمؤيسة مستعينا بالرسم والمنظور والابعاد الموضحة عليه بالمتر واجزاؤه لعدد كام ايوا لعدد خمستاشر نصب تسكاري يوضع في الميادين طيب نشوف مع بعضنا كده ادي الرسمة قدامنا اه ادي المسقط الرأسي ودي المسقط الجانبي طيب اما نبص على المسقط الرأسي لو احنا بدأنا من تحت طيب الشكل ده عبارة عن ايه في المسقط الرأسي سنواحد بيقول لي مستطيل طيب ويه الشكل الناحية دي برضو مستطيل بس اده لا مش اده اه يبدا اسمه ايه في الاشكال المجسمة اسمه متوازي مستطيلات طيب متوازي المستطيلات ده يا جماعة احنا ما نيجي نجيب مساحته الجانبية هنقول ايه هنقول محيط القعدة في الارتفاع محيط القعدة في الارتفاع يعني ايه محيط القعدة في الارتفاع يعني هنجمع اطوال القعدة هنجمع اطوال القعدة او هنجمع ضلعين من القعدة ونضربه في اتنين نجمع الضلع ده زائد الضلع ده ونضربه في اتنين ليه لان في ضلعين تاني زيهم. طيب لو انا مش عاوز اعمل كده اعمل ايه? يبقى ده زا اده زا اده زا اده. في الارتفاع. يبقى احنا متفقين. يبقى متوازل مستطيلات. شفناه في المسقط الرأسي مستطيل وشفناه في المسقط الجانبي مستطيل. بس مش قد بعض. يبقى ايه? يبقى متوازي مستطيلات. عاوزين نجيب المساحة الجانبية? يعني مساحة الجوانب? هيبقى هنقول محيط القاعدة في الارتفاع. طيب ممكن يا مستر ان احنا نجيب مساة طالما فيه عبارة عن اربع مستطيلات. كل مستطيلين متقابلين متسويين. ممكن اجيبهم لوحدهم. اجيب الاتنين طولي والاتنين العرضي? ممكن. يبقى انا اقول مساحة المستطيلات الطولية. ومساحة المستطيلات العرضية. دي خطوة ودي خطوة. يبقى انا عندي كده خطوتين. طيب دي طريقة. طريقة تانية اللي احنا بنقول عليها وسهلة. ان انا بجمع اطول القاعدة وقوم ضربها في الارتفاع. خطوة واحدة جبت مساحة الجوانب كلها. طيب. نيجي ننتقل للشكل التاني. الشكل التاني اللي هو بنرمز له بالرمز به. بيقول لي ايه? مسقط رأسي. ايه? برضو مستطيل. ومسقط جانبي. الله برضو مستطيل. اه يبقى ايه? يبقى عبارة عن متوازي مستطيلات. الف. مرتكز على سطحه العلوي متوازي مستطيلات به. يلتصق في جوانب متوازي المستطيلات به ايه? شكل مجسم. الوجهة بتاعة هذا الشكل المجسم اللي بنرمز له بالرمز جين. عبارة عن شبه منحرف. وله سمك. شبه منحرف وله سمك. ومن الجهة الاخرى ايضا شبه منحرف وله سمك. وانا بقرأ المطلوب اللي بيقول لي من جميع الجهات. اه يبقى متوازي المستطيلات اللي له جوانب ده. في جنبين اتنين لازق فيهم شبه منحرف وله سمك. اذا له وجهة تانية. له وجه تاني. يبقى عبارة عن كل شكل من شبه المنحرف من الجهتين له وجهين. اه يبقى هنا له وجهين شبه منحرف وهنا له وجهين شبه منحرف. طيب نشوف الكلام ده اهو ادي شكل جيم شبه منحرف اهو. وطبعا فيه من ناحية التانية وفيه من هنا شبه منحرف اخر يبقى من ادي ادي واحد اتنين. ومن ناحية التانية ادي واحد اتنين. يبقى اربعة شبه منحرف. طيب. مرتكز على السطح العلوي للشكل به ايه? شكل. نرمز ليه برمز دال. شايفه في المسقط الرأسي دايرة. وشايفه في المسقط الجانبي دايرة. ايه اللي في الاشكال المجسمة بشوفها دايرة من كل جهة. ايوة. سامق واحد بيقول لك كرة. الكرة لو بصيت عليها من فوق اشوفها دايرة. لو بصيت عليها من الجنب اشوفها دايرة. لو بصيت عليها من الجنب اليمين اشوفها دايرة. من جنب الشمال دايرة. من كل الجهات بشوفها عبارة عن دايرة. طيب. يبقى دي كرة. يبقى دي ايه? كرة. طيب. عاوز يجيب مساحة هذه الاشكال. طيب. احنا جماعة علشان نجيب مساحة الاشكال دي احنا متفقين ان احنا بنجيب من اين ايوا بنبدأ من القاعدة بنبدأ من اين من القاعدة طيب يبقى هنبدأ واحدة واحدة مع بعضينا من القاعدة طيب نشوف كده اول حاجة بيقول لي لزوم دهان جوانب الشكل لزوم دهان جوانب الشكل يبقى انا هقول اول حاجة اول حاجة هقول لزوم دهان مساحة الجوانب للشكل ايه ايه ايوا للشكل الف طيب احنا قلنا القانون محيط محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة يعني اطوال الشكل اطوال الايه الشكل طيب اطوال الشكل هنبدأ نجمع تمانية في يعني ما جمعنا عبارة عن يعني هو كده 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 دي ثلاثة وده واحد يبقى دي ثلاثة يبقى دي واحد يبقى اما نجمعهم هيبقى تلاتة زائد واحد زائد ثلاثة زائد واحد يساوي تمانية متر يبقى ده المحيط يبقى ده ايه المحيط طب فيه طريقة تانية قلت لك يبقى ثلاثة زائد واحد في اتنين ثلاثة زائد واحد اربعة في اتنين تمانية هي هي يبقى دي صح او دي صح طيب انا جبت المحيط الارتفاع كام خمسين من مية خمسين من مية يبقى هنطبق القانون المحيط تمانية المحيط ايه تمانية محيط القاعدة تمانية في الارتفاع كام خمسين من مية هتساوي كام اربعة متر مربع اربعة متر ايه مربع طيب يبقى عرفنا كده مساحة الشكل الاول مساحة الشكل الاول طيب عدد كام عدد واحد عدد واحد طيب كده جبنا مساحة الشكل الاول جوانبه جبنا مساحة جوانب الشكل الاول طيب هنبدأ ننتقل نجيب ايه اه سطح العلوي سطحه ايه العلوي السطح العلوي اهو اللي فوق ده عبارة عن ايه مستطيل ايضا عبارة عن مستطيل طيب يبقى هنقول السطح هنقول السطح العلوي السطح مساحة مساحة السطح العلوي للشكل الف على شكل ايه مستطيل مساحة المستطيل ايه الطول في العرض طيب الطول كام ما احنا خلاص احنا متفقين ما هو كده ده كده خمسين وكده واحد وكده كام تلاتة يبقى الطول في العرض يبقى ده واحد وده تلاتة يبقى تلاتة في واحد بساوي تلاتة متر مربع يبقى احنا كده جبنا مساحة ايه ايوه جبنا مساحة السطح العلوي للشكل الف طيب نبدأ ننتقل للشكل اللي بعد كده اه الشكل اللي بعد كده اللي هو ايه بقى شبه المنحرف اه شبه المنحرف لو احنا خدنا بنا يا جماعة لو احنا خدنا بنا شبه المنحرف ادي له سمك هنا هو وسمك من هنا اذا فيه شبه المنحرف من الجهة الاخرى طيب بنرمز للشبه المنحرف بايه برامز جيم طيب عندنا كام شبه المنحرف عندنا كام شبه المنحرف اربعة طيب هو عاوز يجيب ايه هو عاوز يجيب السمك اهو معلملي بيبصلي عليهم اللي هو الجزء اللي فوق ده وده ده وده عاوز السمك طيب هنجيب السمك طيب السمك نعمل ايه يا جماعة هنجمع ده زائد ده هنجمع ده زائد ده طيب اما نيجي نجمع هنجمع ايه هنجمع الاتنين دي الضلع المايل الضلع الايه المايل كام اربعة وتمانين من ميل اربعة وتمانين من ميل طيب ودي كام خمسين طيب بيبقى هنقول الاول محيط سمك الاول شبه المنحرف شكل ايوه شكل ايه جيم طيب محيط السمك في السمك يعني ايه يعني هنجمع اربعة وتمانين من مية زائد خمسين من مية في التخانة بتاعته اللي هو السمك كام عشرين من مية عشرين من مية طيب احنا ما نجمع الاتنين دول الاول هيبقى واحد اربعة وتلاتين واحد اربعة وتلاتين اما جمعنا خمسين من مية زائد اربعة وتمانين في كام ايوه في العشرين هتساوي كام هتساوي متين تمانية وستين من الف متر مربع طيب ده خاص بايه بواحد ده خاص بواحد طب هو عاوز ايه عاوز ايه نجيب الناحية التانية اه يبقى احنا هنقول العدد اتنين يبقى هنقول لزوم دهان سمك الشكل ايوه جيم عدد اتنين في كام في متين تمانية وستين من الف بتساوي اربعة وخمسين من مية متر مربع يبقى انا كده جبت ايه كده جبت مساحة الجهتين السمك فقط السمك طيب هنبدأ نجيب ايه بقى شبه المنحرف اه عشان نجيب شبه المنحرف بتاعنا عشان نجيب شبه المنحرف احنا عندنا كام هنقول العدد اربعة ليه من الامام ومن الخلف من الامام ومن ايه من الخلف طيب يبقى هنقول شبه المنحرف مديني ارتفاعه كام تمانين ومديني القعدة الصغيرة خمسين من مية ومديني القعدة الكبيرة كام ستة وسبعين من مية طيب عاوز القانون طيب القانون مساحة ايه مساحة شبه المنحرف شكل هنقول عليه ايه جيم طيب ما ننساش العدد هيبقى كام ايوه سامع واحد بيقول لي اربعة العدد هيبقى اربعة طيب يبقى هنقول القانون بيقول ايه بقى بيقول القعدة الكبيرة زائد القعدة الصغيرة على اتنين في عين اللي هو الارتفاع طيب نطبق الكلام ده هنطبق الكلام ده يبقى هنقول ستة وسبعين زائد خمسين على اتنين في تمانين اللي هو ايه الارتفاع هتسوي كام خمس ومية واربعة متر مربعة طيب خمس ومية واربعة متر مربعة طيب هو عاوز من ساعة كام اربعة يبقى هنقول لزوم دهان شكل جيم عدد اربعة في خمس ومية واربعة هتساوي اتنين متر واحد من مية متر مربعة كده يبقى احنا جبنا مساحة ايه شبه المنحرف من الامام ومن الخلف من جهة ومن الامام ومن الخلف من الجهة الاخرى يعني عدد اربعة شبه منحرف عدد اربعة شبه منحرف طيب هنبدأ نجيب ايه بقى اللي بعد كده اللي بعد كده عندنا ايوه عندنا ايه عندنا متوازل مستطلاء اه برضو هيبقى زي الاولاني اه يعني محيط القعدة في الارتفاع محيط القعدة في الارتفاع طيب يبقى هنقول لزو دهان جوانب الشكل ايوه الشكل ايه بيه يبقى هنقول محيط محيط القاعدة في عين الارتفاع طيب محيط القاعدة الوحده بيساوي بيساوي ايه بيساوي مجموع اطوال اضلاع طيب يعني بنجمع الاطوال بنجمع ايه الاطوال طيب نشوف كده يعني انا قدامي ادي متوازل المستطلاء بيقول لي متوازل ان المستطلات عندنا من هنا لهنا كان واحد وطبعا ده كده هيبقى ستين ده واحد وده ستين والارتفاع بتاعنا كان واحد ونص يبقى ده ستين وده واحد يبقى ده هيبقى واحد برضو وده ستين طيب يبقى هنجمع يبقى هنقول ستين زائد واحد اما زائد ستين زائد واحد او هنقول ستين زائد واحد في اتنين هي هي الاثنين واحد طيب هتساوي كام هتساوي تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين متر وبردو ديت هتبقى تلاتة وعشرين من مية متر طيب كده انا جبت المحيط محيط بتاعنا هنضربه في ايه في الارتفاع يبقى هنقول زوم دهان الجوانب هناخد الرقم اللي احنا جبنا تلاتة وعشرين من مية في كام واحد خمسين من مية بتساوي اربعة وتمانين من مية متر مربع كده نبقى احنا جبنا مساحة ايه جبنا مساحة الجوانب للشكل او للمجسم اللي هو معروف طبعا باسمه متوازي مستطيلات اللي هو بنرمزله بالرمز به طيب فيه ايه تاني فيه السطح العلوي بتاعه السطح العلوي بتاعه اه اللي مرتكز عليه الكرة السطح العلوي اللي مرتكز عليه الكرة عدد ايه عدد واحد يبقى هنقول لزوم دهان السطح العلوي للشكل ايوا شكل به على شكل مستطيل مساحة المستطيل بتساوي ايه بتساوي الطول في العرض الطول في العرض طيب يعني الطول في العرض يعني كان يعني واحد فيه ستين من مية هتساوي ستين من مية متر مربع ادي الطول وادي العرض يبقى احنا جبنا السطح العلوي اللي هو مرتكز عليه الكرة مرتكز عليه الكرة طيب نبدأ نشوف الكرة بقى مساحة الكرة مساحة الكرة بتاعتنا عبارة عن احنا قلنا اربعة طه نق تربية يعني ايه اربعة طه نق تربية انا شايف الدائرة انا شايف الكرة من الاربع جهات ايه شايفها دائرة يبقى ما نيجي نجيب مساحتها بتبقى عبارة عن مساحة اربع دوائر طيب يبقى هنقول لزو دهان الشكل دال اللي هو بين قسين الكرة الكرة القانون المساحة بتاعتها بتساوي اربعة طه نق تربية طيب نعوض بالارقام يبقى هنقول اربعة في تلاتة واربعة عشر من مية في القطر اه ده هو مديني القطر اللي مدهولي مديني ايه سبعين من مية اه طيب انا بقول نق تربيع اه نق تربيع يبقى نصف القطر يبقى خمسة وتلاتين من مية في خمسة وتلاتين من مية الناتج اللي هيطلع واحد تلاتة وخمسين من مية من المتر المربع دي كده مساحة الكرة مساحة الكرة طيب كده انا جبت مساحة الاشكال الظاهرة اللي هي هتدهن الظاهرة اللي هي هتدهن طب في اجزاء غير ظهرة وانا جبت مساحتها طبعا في اجزاء غير ظهرة انا جبت مساحتها وهي مش هتدهن طب زي ايه كده نشوف مع بعضنا كده زي ايه لو احنا خدنا بلنا كده التصاق شبه المنحرف التصاق شبه المنحرف اللي هو الشكل جيم التصاقه بالشكل به ملتصق به طبعا اما جيت اجيب المساحة الجانبية جيبت مساحة الشكل ده كل لكن الحتة دي كده مشت الدهن يبقى لازم اشيل مساحتها يبقى اسمها ايه تنزيل يبقى اسمها تنزيل طيب يبقى هتتنزل دي طيب هو في عندي كم شبه المنحرف اه من ناحية تانية يبقى عندي هنزل مستطلين يبقى هنقول تنزيل التصاق الشكل جيم ببه تنزيل التصاق الشكل جيم ببه طيب يبقى هنقوله هنقول تنزيل التصاق الشكل جيم بالشكل به على شكل ايه مستطيل المستطيل يساوي الطول في الايه في العرض طيب الطول في العرض يبقى طوله كام تمانين في عرضه كام عشرين تمانين في عشرين من مية هتساوي كام هتساوي ستاشر من مية متر مربع طيب هو ده التصاق اتنين شبه منحرف من ناحيتين يبقى العدد هيبقى اتنين يبقى هنقول تنزيل التصاق شكل جيم بالشكل بعدد عدد ايه اتنين في ستاشر بتساوي اتنين وثلاثين مية متر مربع طيب كده انا جبت الايه التنزيل الاول فيه تنزيل تاني طبعا فيه تنزيل تاني تنزيل ايه بقى تنزيل التصاق اه برضو تنزيل ايوا شبه منحرف مرتكز على السطح العلوي لايه للشكل الف من الجهة ايه اه طيب يبقى بالتالي برضو انا ما جيت اجيب السطح العلوي للشكل الف جبته بما فيه الاماكن دي يبقى لازم تتنزل يبقى لازم ايه تتنزل يبقى هنقول تنزيل التصاق الشكل جيم بالشكل الف بالشكل ايه الف طيب على شكل ايه مستطيل برضو يعني الطول في العرض طيب هيبقى كام ستة وتمانين ستة وسبعين في كام في عشرين ستة وسبعين في عشرين من مية بتساوي بتساوي كام بتساوي واحد اتنين وخم مية اتنين وخمسين من الف متر مربع طيب دي مساحة ايه التصاق واحد وانا عندي اتنين شيء ممحرك يبقى هنقول تنزيل التصاق الشكل جيم بالشكل الف عدد اتنين في واحد اتنين خمسة بتساوي تلاتين من مية متر مربع كده نبقى احنا جبنا مساحة الاشكال بتاعتنا هنبدأ بقى طبعا نجيبها داخل جدول نعملها داخل الجدول وطبعا زي ما قلنا ان احنا لازم نعمل الدباجة المطلوبة منها الدباجة اللي هي مطلوبة منها ان انا بوضح كشف المسطحات ده خاص بمقايسة ايه خاص بمقايسة ايه يعني الجدول بتاعنا ده بيقول المتر المربع لزوم دهان نص بتسكار بديهان ايه بديهان بوية الكرفيات على الجدران كده بيوضح لي ان كشف المسطحات ده او المقايسة دية خاصة بايه بنص بتسكار عاوز اجيب المساحة بتاعته طيب بدأنا طبعا جبنا مساحة الاشكال ككل ليه نصب التسكاري الواحد وبعد كده بدأنا نجيب التنزيلات وطبعا زي ما قلنا التنزيلات عندنا تنزيل تنزيل التساق الشكل جيم بالشكل ب وتنزيل التساق الشكل جيم بالشكل الف وبعد كده بنبدأ نجمع كل الاضافية كل الاضافية اللي هي ايه اللي هي الاجزاء اللي ظهر لنا قدامنا هتدهن لظهرة لنا كلها اللي هتدهن حتى بما فيها الاماكن اللي هي المفروض ما تكونش ظهرة طيب بعد كده ببدأ اطرح منها التنزيلات ببدأ اطرح منها التنزيلات بعد ما بطرح منها التنزيلات ببدأ اعمل ايه ببدأ اجيب الكمية بتاعتي الاضافية واطرح منها التنزيلات تديني كمية نصب التسكاري الواحد يبقى أبدأ أنتقل للبند الثاني البند الثاني بيقول لي بالمتر مربع لزوم دي هنا عدد كام أيوة واحد فاكر لسه هو خمستاشر آه يبقى خمستاشر في أيوة في مقاس أو في المساحة اللي هي خاصة بنسبة سكاري واحد الداني طبعا يعني لو احنا حبينا المؤيسة طبعا أو اجمالي أو المساحة الصافية بعد التنزيل كام خمستاشر وخمسة وتمانين من مية متر مربع آه يبقى أنا عاوز مساحة ايه عاوز مساحة خمستاشر يبقى نقول بالمتر المربع لزوم دهان عدد خمستاشر في كام؟ في خمستاشر وخمسة وتمانين هتديني كام؟ هتديني متين سبعة وتلاتين وخمسة وسبعين من مية متر مربع طيب بعمل لها عملية التقريب آه التقريب ده ايه بقى؟ ان انا بقول ميتين تمانية وتلاتين متر مربع تقريبا ده كده المساحة اللازم دهنها المساحة اللازم دهنها يبقى انا كده ارفت المساحة اللي عاوزت هنا ابدأ اجيب بقى جدول الخمات اللي انا هشتغله وبيكون هو دهان ايه؟ دهان الجروفياتو طيب في نقطة كذا واحد سألني فيها بيقول هل يا استاذ ان جدول المسطحات بالنسبة للمؤيسة اللي احنا بنحلها هل مرتبط بجدول الخمات اللي احنا بناخده؟ لا طبعا ده الوحده وده الوحده كل مؤيسة منفصلة عن التانية يعني انت بتحل المؤيسة مسطحات لوحدها ثم بتنتقل لمؤيسة جدول حصر التكاليف اللي هو حصر الخمات لوحده ده لوحده وده الوحده دي مسألة وده مسألة او ده مؤيسة وده مؤيسة اخرى طيب اما نيجي بقى ناخد جدول حصر الخمات ما نيجي ناخد جدول حصر الخمات تكلفة تكلفة دهان الجرافيات اه احنا قلنا اننا علشان احل جدول حصر التكاليف لازم حاجتين يكونوا موجودين او تلات حاجات كمان ايه هما المساحة اللي انا هدهنها وطبعا نكون عارف الدهان دي نقطة النقطة التانية اسعار الخمات برضو يكون مدهاني يبقى اسعار الخمات مدهاني واجر العام المدهولي والمساحة اللي انا هشتغلها وجدول المعدلات اللي انا هشتغل به وجدول المعدلات اللي انا هشتغل به طيب هنا موضوع المؤيسة مديني في المساحة بتاعتي ومديني اجر العامل ومديني اسعار الخمات وايضا مديني اعمال اخرى هو نفذ اعمال اخرى بجانب عملية الدهان ومديني ايضا ضميمة ارباح ونسريات سواء كانت مصرفات المصرفات دي بيبقى يحملها كنسبة على المؤيسة او على التكلفة طيب بيقول لي اوجي تكلفة دهان مساحة مقدرها 220 متر مربع بدهان الجرافيات فوق الجدران داخل جدول حصر التكاليف ومديني اسعار الخمات كيلو ال بلاستيك ب25 جنيه وكيل الجرافيات ب20 جنيه واجر العامل اليومي طبعا اجر العامل اليومي مش العامل لوحده طمام ده ده العامل والمساعدين اللي معاه اجرهم اجمالي في اليوم الواحد 250 جنيه 250 جنيه اعمال اخرى في اعمال اخرى هو هيعملها عبارة عن تثبيت رخامة هذه الرخامة محفور عليها بعض الزخارف او بعض الكتابات الكتابات تكلفة الرخامة 400 جنيه تكلفة الرخامة 400 جنيه بعد كده اخر حاجة اللي هي ضميمة ارباح ونسريات 35% طيب هنيجي بقى ننتقل ايه 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 علشان احل الجدول بتاعنا ده لازم يكون عندي ايه جدول المعدلات الخاص بالدهان اللي انا هشتغله جدول المعدلات الخاص بالدهان اللي انا هشتغله اه جدول المعدلات بتاعي خاص بدهان ايه بدهان الجيرفيات مديني الخطوة الاولى وجه بلاستيك ويه مديني النسب بتاعته مديني مطوصفر ديكيلو ومديني معدل انتاج العامل وطبعا احنا تناولنا الحاجات دي باستفادة من سبق من قبل من قبل فبالتالي احنا هنبدأ ناخد المؤيسة بتاعتنا الخطوات بتاعتنا اول حاجة طبعا انا علشان اعمل المؤيسة بتاعتي ببدأ اسطر جدول الخامات بتاعي جدول الخامات بتاعي بسطره طيب انا عندي كم خطوة في جدول المعدلات عندي خطوتين يبقى انا بعمل خطوتين اتنين طب وعندي كم خامة عندي خمتين اتنين يبقى انا عندي خطوتين اتنين وخمتين اتنين هما اللي بيبقوا موجودين طيب وباقي الجدول باقي الجدول لازم أنا أكون عارفه بعد الخطوتين بعمل خطوة إيه أيوة جملة خامات كل صنف طيب وإيه تاني التقريب طيب وإيه تاني ثمن الوحدة لكل صنف يعني سمن الكيلو من الخامة اللي أنا اشترتها ثمن الكيلو من الخامة اللي أنا اشترتها طيب بعد كده بعمل أعمال أخرى لو فيه بكتب موجود وبكتب التكلفة بتاعته وإذا ما كانش موجود بقول لا يوجد وببدأ عملية الحل بتاعتي أول خطوة في الجدول إن أنا بعرف الكمية للخطوة آه سيما واحد بقول لكمية للخطوة بتساوي المساحة على متواصفة أيوة المساحة اللي هي 220 على متوسط فرد الكيلو للخطوة الأولى كام 6 يبقى 220 على 6 بتساوي كام بتساوي 36 كيلو سائد 6666 جرام آه دي كمية إيه دي كمية البلاستيك بس أنا شاف جدول معدلات فيه بلاستيك وفيه مية آه بس أنا بشتري البلاستيك بشتريش المية يبقى اللي بحسبه الإيه البلاستيك طيب بعد كده يبقى أنا عرفت إيه كمية البلاستيك بتحطي فين في كمية الكمية اللازمة للخطوة الكمية اللازمة للخطوة طيب عاوزين بقى نجيب كمية البلاستيك اللي هيبدأ يستخدمها كمية البلاستيك اللي هيبدأ يستخدمها الله طيب ما احنا قلنا دلوقتي الكمية آه ده الكمية اللي هو الدهالي اللي هي 36 كيلو و 666 ده عبارة عن بلاستيك ومية طيب أنا عاوز أعرف الكمية البلاستيك يبقى علشان أعرف كمية البلاستيك يبقى بضرب 36 كيلو و 666 جرام في نسبة البلاستيك في نسبة إيه البلاستيك أو أعرف الكمية البلاستيك المحددة اللي أنا محتاجها وفي الغالب هتكون 23 كيلو و 832 جرام طيب كده أنا عرفت الكمية بتاعة الخامة للخطوة الأولى طيب نيجي آه نعرف عدد الأيام آه عدد الأيام بتاعتنا بنقول هو قدرة العامل في الخطوة الأولى اللي هي دهان البلاستيك إنه بيدهم في اليوم 75 متر بيدهم في اليوم كام 75 و 70 متر طيب يبقى أنا دلوقتي هقول 220 على 75 يعني 75 في يوم و 75 في يوم أدي 100 و كام 150 طيب و 75 في يوم يعني يعني مش هيكمله و يبقى في الحالة دي ممكن نقول إن يومين ونص يومين و 3 اربع طيب في حاجة اسمها يومين و 3 اربع لا طبعاً لا طبعاً لا يومين لا يومين ونص لتلاتة لأن التلاتة اربع ده يعني دخل في النص اليوم الثاني من اليوم يعني النص التاني من اليوم أصبح دخل في نص التاني من اليوم يبقى بنعتبر هالو يوم طيب فما احنا نقسم 220 اللي هي المساحة الإجمالية اللي الراجل عاوز دهنها على معدل انتاجه اللي هو 75 متر في اليوم اللي هو اللي ما يقدرش يدهن أكتر من كده هنجد ايه هنجد إنه هو مديني يومين و 93 من مية 93 من مية يعني تقرب معنى انها تقرب يبقى 30 تبقى ايه 30 يبقى الخطوة الأولى دهن 220 متر في 30 220 متر في كام في 30 طيب نيجي للخطوة التانية الخطوة التانية الخطوة التانية طبعا الوضع اختلف لمادة الجرافيات من المواد من المواد الثقيلة من المواد الثقيلة فعملية ده هنا بتكون صعبة يبقى في الحالة دي انا بعمل ايه ببدأ ادهن وبتبقى معدل انتاج العامل معدل انتاج العامل ايه اقل يعني بيدن في اليوم ممكن 10 ممكن 20 متر طيب يبقى في الحالة دي انا هقدر احدد عدد الايام بتاعته انا بأسم اجمالي الامطار بتاعتي اللي عاوز دهنها على معدل انتاجه اللي هي 20 هيديني 11 يوم بالتالي برضو الخامات نوجدها ازاي زي ما قلنا الكمية بنوجدها ازاي في الخطوة الاولى بنحددها في الخطوة التانية من خلال اسمة المساحة على متوسط فرد الكيلو وبالتالي الناتج بيدرب في نسبة الخامة للحصول على الكمية الخامة منفردة بدون اضافات اخرى الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله